فشلتوا الإطار كله فشل بهذه الفترة اللي جاية ليش؟ لأنه لا تصدقون يطلع لي واحد من عدكم يقول والله أنا وزير مستقل والله أنا وزير جابوني لأنه كفوق لأنه مهني وأنا ما لعلاقة بالمالكي وأنا ما لعلاقة بهذه العامري وأنا ما لعلاقة بقيس الخزعلي لا نقول لك أوه قاف انت شذاب انتوا هاي الحكومة اللي اجيتوا كلكم حكومة محاصصة شذب من ريد تمام؟ المهم خليني ما أطول عليكم عدي معلومة أريد أوصلها إلى رئيس الوزراء السوداني أكو ستين مليون دولار اسمع يا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني دا دليك وإلى كل عراقي شريف خلي يوصل هذا الموضوع للحكومة أكو ستين مليون دولار مضمومة عند مستشار من مستشارين الكاظمي طار بثلاثة مليون دولار إلى مصر اللزم بيهن بمصر والراحل الفلوس بعدين أقول لكم المهم مصر إش قال لولي بالمطار قال لولي أبويا أسول فلكم ياها بالمصري يا سعدت الباشة منيلك دول منيلك منيلك أنت منيلك أنتش تشتغل أنت منو هذا منو واحد من مستشارين الكاظمي وأقول اسمه فقط للنزاهة وللمحمد إشياع السوداني وللقضاء هذولا بس لثلاثة اللي أكشف لهم منه اسمه وبالدليل وبالوثائق تمام المهم بمصر لزموا الفلوس لزموا ثلاثة مليون دولار من أصل ستين مليون دولار يا محمد إشياع السوداني مستشار من مستشاري الكاظمي ش تسوي هسه اتلاحق للموضوع لأنه ها وقدم قدم فيزا لأمريكا على موض يطير بي يطير بيهم بأمريكا رفضوا الفيزا اللي هي فيزا استجمام استحمام يريد يروح يسبح ما ده يش يش يسوي المهم فيا يا محمد إشياع السوداني داد الليك على ستين مليون دولار مضمومة بعدهن ببغداد لواحد من المستشاري الكاظمي اتحرك عليهم انت مو تريد نوقف وياك يلا اتحرك عليهم واذا اتواصلوا ويايا حكومة الكاظ حكومة الشياع السوداني والنزاهة والقضاء رح انطيهم الاسم ما للمستشار وين اللزم وشون اللزم وحتى بكل الوثائق تمام حتى لا يقولون قحطان ده يبتز لا قل التفلان ولا علان ولا اريد انا اريد اودي للدولة العراقية اكشف للدولة العراقية عن ستين مليون دولار مبيوقة من الضرائب هذاني طافرات ستين مليون دولار عند مستشار من مستشاري الكاظمي بعدهن مدفونات لاب وينغ ولاب مكان تمام اقول لكم على اسم المستشار بتروحون تجيبو تمام قبل ما ينهزم يلا دل